مرحبا بنا عندكم يا لس الخير كي العادة معاكم شف امين في قناة النهار تيفي مع ايني ميسيون كيلينير هاي لحصة تعطبخ اللي راح تجوز معانا دايما في هاد الايام ورمضان ايضا حين نخدمو معاكم هاد الاميسيون هادية اللي واسمها طيب معانا راحين اليوم راحين نخدمو معاكم اول حصة اللي راح ننجوزو فيها لايف في النهار تيفي راحين نخدموها معاكم دايما وراحين تتصلوا بنا على الرقم اللي راح يجوزلكم في اللي راح يجوزلكم في اللي راح يجوزلكم في اللي بات على ايكرون تعكم ولا في اسفل الشاشة اليوم راحين نخدمو اول وصفة سهلة مهلة وايضا اقتصادية نوعا ما دونك الوصفة راح تكون كالعادة يعني دايما نخدمو حويج خفاف مع الشف امين اللي تلقاوهم في الفطار ولا في رمضان ولا ولا وراكم رايحين يعني تتقسموا معاهم مع الاهل تعكم والاحباب اللي راح تتقسموا معاهم يعني هاد الوصفة هادية دونك راح ننخدمو اول وصفة اللي هي ليوينكز ولا الجناح تاع الجاج ما عارفو احنا يبليك هاد المدة الاخيرة ولا هاد العوام الاخيرة مع ارتفاع سعر الدجاج ولا تلقاوهم تقتاني يعني دوت خباختي من الجاج كيما اللي راح ننخدموها بلا فرس بس كسير اللي ابوك دو كارانا في الوقت متاع الفريزة اللي راح ننخدموها معاكم الوصفة اللي هي ليوينكز ولا جناح تاع الجاج مقنعين او مغيني بليزي بيس اللي راح ننعطرهم لكم في الوصفة وراح ننخدموهم بسالسة الكامومبر او بسالسة الجبن الكامومبر الوصفة التانية اللي راح ننخدموها بطرية اللي هي لاكخب كل واحد فيكم يعرف لاكخب راح ننخدموها بلا فرس بس كسير اللي ابوك دو كارانا في الوقت متاع الفريزة ضنك راح ننخدموها بالفريزان تاع الجزائرية 100% وراح ننخدموها على طريقة موربا او معجون ضنك هنغه انديس اغوين فيه ديروسات وعندنا او زوج وصافات وعندنا الدجاج اللي راح يكون فيه ايضا زوج وصافات لذلك الحاجة الأولانية اللي راح نبدو بها هي تنقيع الدجاج و راح نحطه دوكوتي باش نقليوها من بعد ونروحو للوصفة التانية لذلك الحاجة الأولانية أنسوكل تحطوه دوكوتي عندكم حوالي كيلو لكيلو ورطل ولزوج كيلو على حساب أفراد العائلة ديروا حسابكم تلاتة جنحتين تعد للدجاج باق تاكسون عندنا جبل الكامونبير إيضا تعد توم عندنا زيت تعلاف خيتيغ عندنا المعدنوس اللي راح نزينوا به ونحطوه أيضا في الصلصة وعندنا أيضا الملح وليزي بيس عندنا المصالة عندنا الكمون عندنا العكري وعندنا أوسي الكوري وعندنا زعفران بش نعملو به ايضا في الصرصة الجب لان الجب النايمن عنده اللون انتاعه يكون شوية يعني مال الاسفرار دوك حيزيدولو شوية انتاع الزعفران بش نعطولو هاداك اللون اللي راني حابينو الكامونبال اللي راح نخدمو به اليوم لغو حاجة اللي لازم تكون في الكامونبال انه يكون طايم مليح ما يكونش شايد روحو لانه كان يكون شايد روحو راح يعطينا لغيمولة راح يعطينا هادوك الحبيبات في الصرصة اللي كان اللي ما يحبوه مش روحو الوصفة تانية اللي هي الكرب انتاع الفارولة اللي احي نخدمها بالفارولة ولي هي الكرب نواخ الكرب نواخ وراح نتحدد لكم كتير على الكرب لانه الكرب فيها ديزاستيوس وكان بزاف ناس يقول لك الكرب طيب بيزي لكنها طهيتها خاطع كما يعرفوه الجزائريين ستميات غرام منتاع فارينا عندنا حوالي مية وخمسين غرام او مية وثلاثين غرام منتاع الكاكاو عندنا حوالي تمانين غرام او تسعين غرام منتاع السكر كل واحد كيفاش يحبها عندنا خمسة حبات منتاع البيض عندنا ريتلا انتاع حليب عندنا دوزاس دورانش كيما حبيتوه مبشور البرتقال باللغة العربية دونك الحاجة الولانية اللي نبدوها تقدرو في الوصفة هادية كيما حبيتونتوما كاين اللي ياخد الوينكس تاعو ولا الجناح تاع الجاج ويخدمو بهاد الكيفية هادي يديرو على زوج وكاين اللي يخليه انتي انا من الناس اللي حب يخلي الدجاج يعني او جانح الدجاج كامبلي يعني يخليه ديركتور مون كامبلي علاش لانو لو نبدو نقطعو فيه من هاد يعني المافاصل هادو ما رح يخرج الماتاعو بكاترة وراح يجيكم ناشف شوية دونك نحكمو لبولي تاعنا نحطوه بهاد الكيفية هادي ناخدو هنايا شوية منتاع الزيت حوالي 3 ملاعق تاع الزيت وناخدو لزي بيس قلنا نبداو بالكمون حوالي ملعاقة او يعني ملعاقة وملعاقة ونصف في كل تابل ولا وما يعادل 12 غرام في الملعاقة الصغيرة دونك عندنا قلنا ملعاقة وشوية تعلق يغي عندنا عندنا مكالمة معانا اماني من باتنا مقاطعة المكالمة سمحونا عندنا وسين كملوا الوصفة ومبارالل عندنا البابريكا ولا فلفل حمر حلو اللي حبي يدير فلفل حمر حار يدير فلفل حمر حار كان خاوتنا هلاف الله يجي كان يحبي يأكل حار تشكتوكا حار بزاف دونك هنا نزيدو قلنا شوية متاع كمون حنا على باكم الجزائريين نحبو لوقو متاع الكمون بزاف وهنا عندنا الماصالة اللي يعرف الماصالة هو اوني بيس انديان اللي يستعملوها بزاف في الدجاج هو خالط من الزي بيس كيمالي كيفالون تاع عراس الحانوت الجزائري بتاعنا دونك هنا شوية فلفل لكحل جوستام تيبو نص متاع مغرفة تاع فلفل لكحل وناخدو هنا يا التوم ديزيدراتي ولا التوم من الشفل لو كان نخدمو بالتوم تاعنا حب كيما راهوك راح تروح البولي تاعنا راح يروح للافريتير دونك ولا راح للافريتير ويكون فيه هاد التوم يعني التوم فخي راهوك رايح يتحرقنا وراح يمدنا انقو يعني ليكون بزاف قاسح دونك هنا يا قولنا نديرو شوية ملح كل واحد كيفاش يحب الملح يحطو احنا نديرو باش من بعد من عودوش دونك حوالي تنين وعشرين غرام متاع الملح وهنا بيدينا ندخلو لزينجريديون مع بعضاهم ونخليو لبولي تاعنا ياخد لقو نتاع لزي بيستاوعنا هاد الوصفة هادية تقدروا تخدموها يعني حتى للمرة اللي تدخل للدار ولا الراجل اللي يدخل للدار يروح يدخل يعني فوق تموت لأخير متشدلوش بزاف الوقت نحطوها دو كوتي راحو نغسلو يدينا نحيو لقوتا لزي بيست وناخدو الوصفة التانية الوصفة التانية نكملو يعني في الوصفة تاعنا الأولى تاع الدجاج راح نخدمو السلسة دونك السلسة تاعنا راح تكون كالتالي عندنا حبة نتاع كامونبير ولا بوطة تاع كامونبير اللي فيها ميتين وثمانين غرام أبوبري نحن ناخدوها بهات الشكل كاين بزاف ليقول لك نحيلها هاد لكو تهادية اللي يجي من الفوق نحن من نحيلها شلاك خوت نخدمو بيها لأنها هي اللي راح تعطي من سلسة تاعنا نقطعوها بهات الكيفية كم تشوفو لهنا الفروماش تاعنا خيرناه طايب لازم يكون طايب لأنه راوك رايح يروح في السلسة ونقطعوها بهات الكيفية هادية هنا ناخدوه راح يمد تماسك تاعو في السلسة كيما نحبوه حنايا هنا نعودو رجعو الفروماش تاعنا ونحطوه يدوب مع الزبدة كان بزاف لي خلي الزبدة تدوب حتى تولي تروح إلى الاحتراق يعني تميل الاحتراق باش يحط الفروماش تاعو وهذا خاطع لأنه لا راح تروح للاحتراق الفاسو ديكولي لبير ولا الزبدة يديكولا مع بعضها هيولي الحليب اللي تحتي يحتارق والزبدة او المادة الدسيمة تقعد من فوقها دونك حنايا بوري فيتي توسا نحطوه مع هلو فروماش هكده باش تكون يعني الدوابان تاعو فوق النار يكون بطريقة سليمة ونحطوه بهات الكيفية هادية ونخليوه ونروحو نمسحو الابلاك انتعنا باش نقدروه نعملوه في نظافة متاع المكان العامل تاعنا هنا انفوي ونبدو نحركو هنا يا بس شوفو يا ناس الخير غير يبدأ الفروماش تاعنا يدوب ناخدو نصف لتر متاع الكرام في خاش ولا القشدة الطازيجة السائلة دايما في راسكم تكون السائلة علاش لانه هاد النوع من الكريمات الي ديسيني او متوجه الى الطبخ كاين متاع الحلويات وكاين متاع الطبخ اللي يكون اللي يكيد دايما متاع الطبخ لانه هنا يا ناخدو قلنا حوالي نصف لتر تاع الكريمة تاعنا ونحركوها بهاد الكيفية هنا ناخدو التوم تاعنا قلنا ثلاثة سنينات او اربعة سنينات متاع التوم ونكرازوهم ولا نعبزوهم بهاد الكيفية ناخدو كي ما راهم هاكدام من نحولو مشلو جار متاحو مخليوهم ونبدو ناشيو فيهم بهاد الطريقة هادية داك سيدي رسات فاصيل هادو ما اللي تخدمو بهم توم تحطوهم سا سيبو لانفوزيون متاع التوم متاعنا ناخدوه بهاد الكيفية هادية ونحطوه معا الاسوس كامونبير متاعنا داك اليوم باش تكونوا على بالكم يا ناس الخير اول حصة متاع الشاف امين في قناة النهار تيفي داك اللاتين متاع النهار تيفي قاع نعطيهم تحيا نوجدولهم تحية وشكر وتقدر لي انهم عاونونا وحطونا دون 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 بون كونديسيون باش نعملو هاد الحصة هادية لرح تكون معاكم مدت ان شاء الله ان شاء الله ان سيزان متاع عامل يعني رح يكونوا هنا في رمضان متوجدين معاكم ايضا وبعد رمضان ويلك تب الله كنا ملحيين دونك هكوم تشوفوا هاد الاسوس الكومونسا عن فيزي ودايما نقعدو نحركو كاين بزاف اللي عندو الكريمة تاعو تكون سائلة بزاف ويخاف لكونسيستانس تاحا او القوام متاع الصلصة يكون قوام خفيف يقدر يزيد لها شوية فارينة عندنا مكالمة لنستقبلوها أم أحمد من المغنية ناس مغنية الله يبارك الله الله عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وشراكي مرحبا بك معنا أم أحمد الله يحفظك اليوم اليوم أول يوم ربي يخليك إن شاء الله ويحفظك أم أحمد وشراكي الحمد لله أربي يحفظك إن شاء الله ويخليك إن شاء الله بيكم من تومة ليرانا راحين إن شاء الله يمنجحوا في هاد الحصة هادية بيكم تومة أربي ينجحكم إن شاء الله وشراكي وكيف أشراهم من المغنية انا تتبع الوصافات وتبغيك بزي بزي ما شاء الله ربي يحفظ هالك إن شاء الله ربي يحفظهم بفره ربي يخليكم وكم توجدوا شوية رمضان ولا حكيلي شوية توجد رمضان غير وعد نحن في مغنية عصمة التوابل الحريرة والتوابل آه ما شاء الله قولي لي أم أحمد والحريرة تاكم كيف اش ديروا لها عدث ولا ديروا لها الحمص ديروها العدث ديرو لها العدث والفول ايه هاكش نهار بعتينا الوصفة نخدمها كيف كيف ولا تقدري حتى الجين تيا من المغنية اللي عندنا اللي هنا يا نايا نقسمي معنا الوصفة نخدمها كيف كيف واش رايب الشرف لي يا نايا وقع ناس قانات النهار تيفي احنا مدابينا لو كانت جي ونقسمه الوصفة معك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي انتوليك كل ما يخص رمضان وصفة رمضان اللي حابين تخدموها مع الشف آمين معليكم غير تخلونا ليكم ونخدمو الوصفة اللي راكم حابين نخدموهم دايما نديرو لماكسيموم باش اللبو الرغابة تتاوعكم شكرا ربي احفظك اني برك عندي طالب صغير نعم تفضلي احطينا وصفات ما فيهاش القارس الزوج تعني حبهش ما تحبيش القارس الزوج تعني حبهش والله ما فهمتك الزوج الكريم اه ما يحبش تاعك ما يحبش القارس ايه وليغوستات شو ينصب ديفيكلتي معاه شوفي ديري له يحب الحوت لما يحبش الحوت لا ما يحبش الحوت ها اكي سلكتي دي جالحوت فيه بزاف القارس دونك اكي سلكتي شوية شوفي كل ما تكون وصفة وين الجي فيها القارس نحيله القارس قولي له كل بلا قارس تحليات تحليات اكثر ويه تحليات نديروهم بلا قارس كان بزاف تحليات لي راح ينعملوهم بلا قارس بار اكزامل اليوم نخدمه لا كلاب بلا قارس ما يكونش فيها القارس راني راني متسابية ربي يحفظك ربي يحفظك ام احمد وينو ما تكون نتبعوك الله يصدرك ربي يخليك ان شاء الله متساعي باتتلك سلام وشكرك ربي يحفظها لك ان شاء الله وربي يخليها لك كوتية سلامي الحار القارس مغنية اللي نحبهم بزاف قولو لهم قاركم شاف امي ناوي جي لسو قيرفت شوية ليزي بيس مرحبا شاء الله ربي يخليك ربي يحفظك ام احمد سلام عليكم على خير دونك هنا يا شوفوا الوصفة تعنا لولا بتاع الصلصة كيفاش بدأت تاخد دونك نجبدوها ملوفو ما نخلوش القوام متحها يكون يعني تخيزي بي لأنها فيها زبدة فيها جبن هاد الزوج وهال دوز انجريديان كي يكونوا في النار يكونوا سخونين كي نجبدوهم من النار راحين يشدوا يسرتان كونسيستانس لأننا فيهم المادة الدسيمة والمادات الدسيمة كي تبدأ تبرد تولي عندها قوام شوية يكون شايد روحو لا يندنس هكذا خوتي دونك معاكم شاف آمين باش ننتقلوا للوصفة التانية ونبريباري وايضا الوصفة الأولى في الطهين حطوها في الطهين فاصل ونواصل معاكم لادوز ان بارتي أو القسم التاني من هاد الحصاء نتاع الطبخ اللي سميناها طيبو معانا مع الشاف آمين و لاصيستانت نتاعي سامي يا الله يبارك ما شاء الله وكما شي هي حالة ما تريق لشقع وراي مقابلتني منها يا شارم كي تكون هي معانا الميسيون جوز فورميدابل إليكيب تيكنيك بيانشر دونك درنا فاصل وإحنا حطينا أم بارالل شوية زبدة الدوب اللي راهي اللي هنا دابت خلاص باش نديروها فلابات أكرب وعندنا الزيت اللي حطيناه يسخن حوالي اللي تختعلوين اللي يخليناه يسخن باش نقدرو نعملو لوينكس تعنا أو جنحتين انتعلجاج جنحتين انتعلجاج الجزائريين يحبوهم بزاف يخدموهم بزاف فليطاجين ولا في حاجة تتعصصة اليوم راحين نعملو يعني وصافة أخرى اللي نعطوكم دي زي دي خاصة لما يدخل رمضان كان بزاف اللي يحبو يزينو الطابلة التحم بالكميات وعندهم الحق لأنه بهذه الكميات هادو ما اللي نقدرو يعني الطابلة تتعمر دونك قولنا حطينا زيت سخن دونك اللي تتعنا على كومونس ياشوفي نحكمو ليوينكس كي ما راهم نحطوهم ونخلوهم يطيبو بهذه الكيفية دونك أبري في هاد الحكاية هادية كل واحد وكيفاش يحب كين لي حب ليوينكس تعلو بولي تاعو ولا الجنحتين متاع الدجاج يكونوا طيبين بزاف وكين لي حب طياب تحهم ما يكونش كتير هاكده يعني الوصفة متاعنا تكون كي ما القوام يعني ولا الطهي مدة الطهي هي لوجيكمو تكون بين ست دقايق وتسعة دقايق فوق النار ما لازمش تكون النار كبيرة بزاف ودرجة الحرارة متاع الزيت تكون حوالي مئة وثمانين درجة تحطو درجة الحرارة على مئة وثمانين واللي كانت عندو انبلاك ولا كان عندو فورنو نورمال يروح للترموستا سيس أببري سيس بنسيس سيسيد ميه هاكدك باش تكون درجة الحرارة تعو مئة وثمانين درجة ضونك تقلبوا الوينكس تاوعنا ما خلوهم مش هاكده باش يطيبوا قاع كيفية كيف كيف ونروحوا للوصفة التانية الوصفة التانية تعنا اللي قلنا عندنا رحين نخدموا الكراب ولا فاطيلة الكراب اللي رحين نخدموها بالشوكولة عندنا ريت لحليب نحطوها كاريما في البول تعنا عندنا السكر كاين اللي حبي يدير السكر كاين اللي ما يحبش يدير السكر كل واحد وكيفاش أنا كيندير وصفات مثل هذه ندير شوية سوك لأنها رح اتمد بلوس دوغيغ يعني تكون الاحمارة رتحها يكون بلوس ولي ما حبش يدير السكر ما يديرش السكر دونك سي با الانغريديون طريق ريزة امورتون في الكراب الكراب على الوريجين سيتون بات يعني عاجينة نوتر لما فيها شوية الماداق الحلو أو الماداق المالح ونقدروا نخدموها بهذا الوصفة نقدروا نخدموها يعني بالمالح ولا بالحلو نقدروا نديروا الكراب قراتيني فارسي ونقدروا نعملوا أيضا الكراب السكري بلا مام بات بلا نبدلوا يعني لابات هنا نبدأ نخلطو اللو 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 نحركوه مع السكر نزيدو له شوية تعالفاني بردوني ان باروم لديسر باش يعرفوا بليكسي ان ديسر الناس في الماداق و آلو عبد الرحمن عدنا أبرا مو كلمان بجراح آلو آلو السلام عليكم أخويا عبد الرحمن وشراك وشراك وليد حومتي أخويا حبطى بيناتنا عبد الرحمن آه حبطى آه نظر في لوساندي وينطرح مكشو ينطرح كنت نشوفك في لوساندي بزاف وشراك مازالي في لوساندي نظل تم يا أخويا عندي بزاف مشتكش لا لا والله نظل تم نظل في بروسة تحية لدي عولد حومتي وفي بروسة قاعد عولد حومتي وشراك صافا بينا صافا وانتا يا يا أخويا هذه الوصفة تحب تحب هاي لين هم عبد الرحمن أخويا ويحتف في لكوزين في لكوزين غاسترونوميك يعني في الأكل في الأكل الأوروبي ليوينز هادو يعتبروا من أنبل يعني الأماكن تعداجاج يحبوهم بزاف إيسي نوبل ويطيبو سور بلزير رساتة أنا أنا تاني نحب 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 زاف نحب زاف لليوينز ولا لزال دو يجوفور صافا أخويا عبد الرحمن العيلة ربيخ إن شاء الله انتو لك انتو لك راح ينكونوا كل يوم toute une سيزة إن شاء الله راح ينخدم أوسي رمضان سوتي في رمضان زي هنا يغلبك رمضان حكي لا يغلبني ويلا هل تحب مرمط كوية ولا من داك كي توالي تحب تمرمط لا آآ كي توالي تحب الدور ولا تحب ترمي يدك لا لا أحب دور آه كي الدور خير فصح تحب لك الريحة تحب للي الريحة أنا لديك الحق عندك الحق عندك الحق عندك الحق يا العزيز عندك الحق وربي يخليك إن شاء الله أخي عبد الرحمن سيكجيسيون تحب تجوز معنا أخي أفك بليزير أروح مرحبا بك في النهار دار دارك أخي العزيز والله غير دار دارك نفرح وحنا تاني بيكم إن شاء الله نديروا ديروسات عندك دي سيكجيسيون أدوني أخي العزيز تحب وصافات تخدموها لك أفك بليزير أعما يا راح وربي يحفظها إن شاء الله أربي يخليها إن شاء الله طيب بفور قام زهيكي ما لاتيك أخي العزيز زهيكي أخي بارك والله أربي يحفظها لك إن شاء الله ويخليها لك إن شاء الله أخي أصافي بليزير أروح لك الله يعطيك الخير أربي يخليها لك إن شاء الله ويحفظها أخي العزيز تهلا فيها وأسمع شوف أعبد الرحمن دير كيمة ناس بكريم أسمع عمليح نقول لك أنا نعطيك العفسة كي خلاص رمضان دخلها حويجة شابة في نهار العيدة بونكادو شباب أه هكذا أخو وموامسكينة تعبت حافرمضان ما يروح شي باطل بيأسور رايش أه أنا ما أخافش عليك وليت حمتي والله ما أخاف عليك أربي يحفظك خوية العزيز تعرف لا أربي يحفظك أربي يخليك سلم لي علاقة عناس بجراح خوية العزيز أربي يحفظك خو سلام عليكم صحيح صحيح حنا كنا نعادره مع عبد الرحمن ومامطان راننا نخدمه في الوصفة درنا ريت لأحليب درنا خمسة حبات بيت درنا ثلث مغارف نتاع الكاكاو درنا حوالي خمسة وسبعين غرام تاعزو بداحك منها دوبناها ودرناها لداخل خلطنا كلش لازم نديرو قرصامي حاني درت الملح ودرت أباب ري واحد كاترين فان غرام نتاع السكر شوفوا لتعرفوا مليح مغارفة هاكدا سي 20 او 22 غرام دو سكر سي 25 غرام دو فاكولان ستقدروا بلي ما عندوش الكيل ولا ما عندوش الميزان ولا فضات يقدر بالمغارفة يعرف الكيل 22 غرام في السكر 25 او 26 غرام في الدقيق لانه الدقيق يرفض بلوس دو كونسيستانس لانه رقيق بزاف اي سي نورمال دوك هنايا ناخدو الاسي 100 غرام تاعنا بتاع الفارين وتوجور نطاميزيوهم علش نطاميزيوهم باسكو تقدر تكون الفارين تاعنا والا تقدر تكون الفارين تاعنا اميد تكون الداخل من الديا دونك يكون صعيب علينا باش نخدموها وما تديرش ليقريمو والله يا خامسة غيرها درنا درنا عودنا ولينا اللا كولر روز ايه يا خامسة ايه ما شتوسو كاشتو ما نخدمش به دونك هنا نبداو ننخلطوو فلاباتي تاعنا بهاد الكيفية هادية ومن بعد نجوزوها بالميكسر دونك هنا تشوفو دو تشوفو تلقاو اللي قريمو تقولو بليك ما راحش خرج ناخدو دايمن اللي ميكسر تاعنا ونتكلو عالله عالله دونك هنا دايمن اللي قريمو تقعدو تنحو فيهم وكم تشوفو قدما اللي بول هادوما اللي راحش كم تشوفو فم هذه النبولات هادوما عيطو لهم اللي بول دار قدما يكونوا كاينين اللي بول دار صاف يدير كلابات تاعكم اللي انتران دو سوكسيجيني وتكون خفيفة خير اللي بول دار اللي بول دار ممكن هنا بش تاعرفوا بليك اشتركوا في القناة كل مستخدمة المساعدة tengus تقومون بقع ذلك وتكون لديكم استخدمة الاكسجينة اتخافين والمداق يكون مداق يعني مداق واحد في كل العجينة قمنا اخدامنا العجينة نحطناها ترابوزي نبدأ نحيو في البولي التاعنا شوفوا لا طاب لكيسان تاني نعود نولي سيطري إزاي امورتان خوتي خواتاتي فهذا الوصفات هادوما وين كان الفريتور شاك ميزان اي كومون كنت هدرت لكم قوت لكم هنا من سبعة دقائق إلى عشرة دقائق تاع الطهي لكن كنت نهدر على الفي نور كيكون عندكم اي مبلاك ومشاء الله خواتنا الجزائريين قريب قا عندهم دي براك يعني شوفونت اليكتريك في الديار مدة الطهي تاخد مو بلس لنك دوزوش دقائق أو تلتة دقائق برابور على الناس اللي عندهم النار متاع القاز نانك نشوفوا الهنايا العرسات التاعنا اللي عندنا كلنا الليولانية كلنا خدمنا اللي وينكس تعنا خدمنا السلسة تعنا اللي حطيناها تستراح من جيهاد درناليزي بيس رحنا لدوزيام ريوسات اللي هي لديسر تعنا اللي كراب اللي كنا خدمنا لابا وحطينا هات كوتي دوك وش ما زالنا ما زالنا نزيدو نخدمو لابا اللا كونفيتير ولا مو ربا نتاع الفاراولا نتاعنا وراحين نتحدثو ايضا على الكاكاو رحين نعطيكم معلومات ان شاء الله اللي راح تفيدكم وتفيدنا دوك هنا اوني طواء ناخدو اللي فخستة وعنا ناخدو كاسرونة نحطوها هنا ونبدو نخدمو في الفريزة نتاعنا لفرستعنا يا ناس الخير تتقطع بهذه الطريقة هادية تقطعوها ولا كانت كبيرة على أربعة ولا كانت صغيرة تقطعوها على زوج دونك الانجريديون الهنا يا نتاع الوصفة هادية هي الفاراولا والسكر والليمون عندنا الليمون نزيدوه في هاد الوصفة باش تكون عدنا مو ربا نروحو فاصل ونعودو نقولولوليكم باش نكملو الوصفة تاعنا بقوا معنا ما تروحوش تقولولينا ليكم يا ناس الخير باش نخدمو معاكم الوصفة تاعنا ولا لدغيصاش فينال دونك هادو ما لي وينكس تاوعنا لي كنا درسيناهم وطيبناهم حطيناهم حطيناهم في بابي أبصوربان باش ينحوركم ليكسي نتاع الزيت ودرنا هاد لديكوراشون هادية ولا حطيناهم ديركتما على حطبا اذاك إنسوس وفروماج ولا إنسوس وكاممبر اللغو قلتلكم منا يا مقبيلة الكاممبر اللي حب اللي حب يدير يعني الكاممبر تاعو بيض ولا حمر ولا اللغو ولا كي ما يحب لإسسانسيال يكون un كاممبر يمد ويكون طايب ولي حبي يزيدله اوسي أيضا يحبي يزيدله يعني في القوام تاعو شوية يزيد له شوية على ميزينا ما فيهاش يعني ما فيهاش حرج كما يقولوا دونك يحط كما يحب دونك كل الشي هنا رو طايب دونك لدريسه جلولاني قولنا خدمنا في هاد الهد حطبات هادو ما خدمنا فيهم ولا دريسينا فيهم الوسمو تاعنا ودوكا روحو ناخدو انورانش كاريمن نزيستيوها بهاد الكيفية هادية بور متر ان ديكوراسيون فلاسية بتاعنا ناخدو الكراب بتاعنا نحطوها هنا اونا فيه طروا كراب يعني بوري يسير بارك نوري ولكم كما تكون هاد الوصفة هادية تاخدو الكراب بتاعكم تحطوها بهاد طريقة والا بهاد الكيفية بهاد الكيفية تكون كرستيونة هذا خطأ ولكن كرستيونة سا تقول لكم فاطيرة السرازان اللي يخدموها بالقمح الصلب لكن وصفة الكراب لازم تكون دايمن لينا وما تكونش كتير يعني بهاد الكرستيونة كما يقولوا الناس ناخدو كاريمن الفراولة تاعنا خليناها انتير وحطيناها بهاد طريقة وهنا الناس الناس اللي يحبوا لاشانتيي ولا يديروها من الفوق يعني يقدروا يديرو لاشانتيي حاجة اللي لازم تعرفوها انه الكريبا كي تكون هكدا بلوسيغو تحا ولا تكون بالموربات تحا تكون سخونة ولا كانت الكريبا بردة تكون صلصة سخونة ولا كانت صلصة سخونة تكون الكريبا بردة باش تكون عملية الامتصاص قوية لازم تكون اللابات تنتع الكراب تكون لينا باش تمتص السوائل اللي راحين يكونوا عليها هادو هما الوصافات تاع اليوم خفاف الظراف تقدروا تديرو انديكوراسيون افار ديركتومون على هاد الطريقة في الجوية هوين ماشي يعني مقيوس فيها لسيغو وزيدو ديرو ايضا شوية تاع الكاكاو بو غابلي لقو تعنا اللي هو يعني الكاكاو ليجرمو بهاد الكيفية هادية هادية هادو هما الوصافات تاعنا سيتي دي رسات رابيد يعني باش تخدموا بيهم في اول حصة وان شاء الله راحين تكون عندنا دوتر زيميسيون انكور يونكور راح ينجوزوا ست خطرات في السمانة وفي رمضان راح يكونوا سات سير سات دونك ما بقى لي غير نقول لكم هالله وفيرو حكم الحاجة لا تنسيش دعينا بالخير تحية الجزائر سلام ترجمة نانسي قنقر